بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ربنا سبحانه وتعالى أباح للإنسان المريض اللي هو مش قادر يصوم في نهار رمضان إنه هو يفطر وله أن يقضي هذه الأيام بعد رمضان طيب هل أي إنسان مريض أو هل أي مرض يبيح الفطر في رمضان المرض اللي يبيح الفطر في رمضان هو المرض الذي يؤذي الإنسان أو الذي يضر الإنسان أو الذي لا يستطيع الإنسان معه أن يصوم إلا بمشقة وتعب لكن لو مرض خفيف جدا أو بسيط خالص يقدر يكمل معاه الصيام ما فيش أي مشكلة طيب الإنسان المريض إذا أفطر في رمضان بيكون بناء على إخبار طبيب لازم الطبيب يقول له إن مرضك ده ما ينفعش تصوم معه لازم تفطر أو عنده تجربة سابقة قبل ذلك مع هذا المرض إذا كان الإنسان مريض وخاف إن الصيام هيزود المرض عليه أو إن الصيام هيأخر الشفاء عنه يبقى له الحق أيضا أن يفطر يبقى لو الإنسان مريض وخايف إنه لو صام المرض يشتد عليه أو يزيد عليه أو إن الشفاء يتأخر كان مثلا مقدر له كده أنه ممكن إن شاء الله ربنا يشفيه بعد يومين لكن إذا صام في رمضان ممكن الشفاء يتأخر وربنا يشفيه مثلا بعد أربع أو خمس أيام يبقى في الحالة دي لا إذا كان الصيام هيزود المرض أو هيأخر الشفاء يبقى له الرخصة في الإفطار ويقضي بعد ذلك إن شاء الله طيب يقضي إمتى يقضي حسب ما تيسر له وحسب صحته ربنا شفاه بعد رمضان بشهر بشهرين بسنة بسنتين يبقى في الحالة دي يقضي لكن ما يطلعش فدية لأن الإنسان ما يطلعش فدية إلا إذا كان عاجز عجز مستمر عن الصيام ده مش هيقدر يصوم طول حياته أما الإنسان عنده مرض معين والمرض ده ممكن يأخر شوية ممكن حتى ياخد سنة سنتين ثلاثة أربعة لكن بعد كده إن شاء الله ممكن يقدر يصوم يبقى يستنى ما يطلعش فدية لحد الفتر دي ما تعدي ويقضي كل الأيام اللي كانت عليه والله تعالى أعلى وأعلم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر